الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه رددوا معي كلكم من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه من لم يكن عليا مولاه فإن الشيطان مولاه اشتركوا في القناة بآل البيت نقتدي وبهم نهتدي فهم أبوابنا إلى الجنان وهم أنوار دروب رجائنا نرجو من الله الثبات على حبهم على ولايتهم على طاعتهم وانتظار قائمهم ليعم في الدنيا الخير والأمان والقصة والعدل ولا يبقى من الظلم والجور باقيا أرحب بكم مشاهدين الكرام في رحابي هذه الحلقة من برنامجكم دروب الرجاء وأرحب بضيف العزيز العالم الدكتور أبو علي الشيباني أهلا وسهلا فيك دكتور كلام لحضرتك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطهرين أردقرالكم هذه الآية وأريدكم أن تتحللون أنتوا عندكم أدمغة بيكم الدكتور بيكم الشيخ بيكم ما أدري شنه بيكم الدكانة بسم الله الرحمن الرحيم في صورة الأعراب فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين أرسلنا نقول القرآن حطوا لي آية يعني هذه ليس طبيعة نقرأها لكم مرة ثانية مت المناخ تغير المناخ فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم آيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ما تحتاج إلى فلسفة هذا قرآن مبين يقول وأرسلنا فأرسلنا إذن هذه الرياح وهذا المطر هي رسول الموت إليكم مو بشرة بس آني قبل لا أبدأ أردحش قضية دوختني شوية يقولون حماس والجهاد مقاولين العفو مقاومين لا مقاولين أنا محتل أرضي عدو أنتظر لما يضربني كف حتى أقاومه أنا مقاول الأنصرة مقاول شنة مقاوم المقاوم هو يرفض العراقيين من بدأوا يرفضون وجود داعش اشتغلت المقاومة وجود الأمريكي المحتل ولو هسار طبعوا كلهم الصومالي السوري المقاومة منين تبدأ تبدأ المقاومة الفيتنامي الأفغاني المقاومة حينما تكون محتل ما تنتظر واحد يضربك كف حتى تطلع عضلاتك عرشتون ومن تنتهي بيوم اللي انتهت لك صار الرمي بالشوارع من الفرحة علي من فرحانين سرسرية علي من فرحانين حررت بلدكم علي من ترقصون بالشوارع على موت قادتكم يعزل عزاكم طيح الله حظكم عبدكم أغبياء واحد مكتولين أهله ومذبوحين هم ونسوانهم واطفالهم يرقص قادت مكتولين يرقص هذا دليل على أنه مقاول أريد علمكم الأخلاق خوش الجزائريين حينما قاوموا الاحتلال الفرنسي هدأ لهم بال لم يضربهم كف من المسدس إلى الستشينة إلى العبوة إلى إلالة غيرها أنتم الآن مقاولين مو بس مقاولين مقاولين بمعنى الكلمة وهذا دليل على أن المقاول حسب ما يعطى له أما المقاوم فلا ينام وما يسمح واحد يضربه كفه وما يقص إيده يعني لو كان حزب الله الآن العدو الإسرائيلي محتلها إلى بيروت ما أريد شوي أقول أبعد بيروت الجونية لا جونية يلقي لناس يحفظونه ويحبونه موجودة إلى بيروت وحزب الله موجود هل حزب الله يحتاج إلى قاذفة يحتاج إلى راجمة ما يحتاج حيانا لا راجمة يحتاج إلى قاذفة وشنو مسدس فلا شنكوف بالقهوة بالشارع بالانتحال الاستشهادي هم سويتوا في هذا يوم أنتوا حركة استشهادية هذا اللي يرمي بالمسدس لو لاقي واحد يحمله ويحضنه يقود سيارة لو ما عنده الاستعداد لو ما عنده الاستعداد هو عند الاستعداد يعرف أنه سينقتل ما عنده استعداد فجر حالة بالعدو عنده استعداد إذن الحمد لله يفتضح كل كذاب يقول العمام الحسين يوم عاشورى يفتضح كل كذاب الحسين حينما خرج للمقاومة لم يترك شيء ويعلم أنه ستسبى زينب وما أدرعك ما زينب زينب تساوي العرش وحملته تسبى زينب التي يغضب لغضبه الله ويرضى لرضائها الله تسبى ويقتل الحسين وأطفاله وناس تقتل من عياله هذه المقاومة المقاومة الحسين كان ما يقاومة ما محتلين عرضه لا احتلوا من احتلوا قانون الإسلام أرادوا أن يغيرونه لعبت بالملك هاشم فلا خبر جاء ولا وحي النزل أراد أن يثبت الناس بهذا القربان العظيم والمقاومة الشريفة المرعبة بوجه طاغية خوش أنتو الآن السافرون تأكلون الشربون تزوجون ومن يضربكم واحد كافيك تلقياداتكم يطلع القائد النخالة نحن مقاوم ومستمرين أقل لك مع احتراماتي وتقديري لك نحن مقاومة مستمرين ليش جاعد يحصدون بيكم يومية وقبيوتكم يكتلوكم ما شفت صاروق القاذفة توجه عليهم على مدرعة ما عدكم شو قيمة القاذفة للأربجز السعرها خمسين مئتين دولار عليهم ترمي بالبندقية وكاتل روحك ومستعرض جدا من الناس مستعرض عضلاتك اطلعوا حطها على جدفك وشو شو سوي مصحيح إذن هذه توجيهات المقاولين أكو خطوط حمر حينما يكون للمقاوم خطوط حمر يكون مقاولا وحينما يكون للمقاول رأي غير ذلك يقينا يتحول إلى مقاوم أنا لا أريد أن أقول شيء ولكن حينما رأيت الاستعراضات بعد انتهاء المعركة وجدت أن المقاولة تستحق أن أتحدث عنها من أجل أن يعرف الناس هل هؤلاء مقاومين أو مقاومين أو مقاومين المقاوم لا يستطيع أن يرى عدوها أمامه يأبى الذلة وأنتم لبستم لباس الذلة لا أريد أن أعطي البرنامجي على مقاولة فاشلة أرشدون الجزيرة طلّة أحيانا اتفاقية أوسلو يمد يده ياسر عرفات إلى العدو فالعدو يأبى أن يمد إليه قال الله الأمريكي لا متعب وتعرفون أوسلو حررت فلسطين كلها ما خلط شي شبر في فلسطين وياسر عرفات لك شو هذا البطل العظيم الهمام مو صحيح تسألهم أنت دولة شو سوالكم ياسر عرفات جاب لكم وطن حتى التبرعات التطي هالدول راحة السهى لكن احنا الشعوب العربية شعوب نائمة منتهية هرملة اللهم صلي على الصديق العظيم علي بن أبي طالب اللهم صلي على سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء التي آلت على نفسها أن تقاوم الكفر والضلالة وتفضح دعاة الجهل ودعاة الكفر والشرك أهل السقيف البغيظين فاستشهدت وحملت معها آهاتها وزفرات موتها لتشكو إلى الله أمة لم تحمي رسولها كانت مقاومة ولذلك الحسين يقول يأبى لنا الذلة يأبى لنا الله الذلة إنوف حمية هذه الإنوف يقول لن تنزل لن تركع إلى الله هذه المقاومة هذا المقاومة لذلك كانت فاطمة الزهراء سيدة المقاومين لا بدر ولا حنين لو لا استشهادها وكسر ضلعها لندثر الدين وين هم أهل المقاولين ببدر والمقاولين بحنين عدى الحمزة وين هم بعدين شو تركعوا علي بن أبي طالب صاروا مقاولين بالبداية مقاومين صاروا مقاولين صارت فلوس لذلك مولانا علي بن أبي طالب رسم لنا خطة شوف حروب أهل البيت لم تكن على الأرض على موت احتلال أرض واحتلال قطعة ودكانة لا لا كانت من أجل الإرساء دعاء مدين ليش لأن أهل البيت يعلمون أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين وهم عباد الله إذن هذه الأرض أرضهم فهم لا يقاتلون أحدا على احتلال أو تخليص قطعة أرض الحسين جاء من المدينة قتل في كربلا هاي فلسفة مرعبة نحن نحتاج أن نعرف حزب الله الآن يقاتل في سوريا جمهور أرضه يقاتل لأجل الدين لا لأجل الأرض ولا أبدا حماس قاتلت حزب الله في القصير تقاتل على مود إيش على مود الأرض تحتل سوريا لو على مود الدين إذا قلتولي حزب الله أنتو على مود نصرة من على مود نصرة السقيفة كانت تقاتل وأنتم تقاتلون لنصرة الإيمان المهدي إذن على طرفين قيضلوا لا خوش هذا المبدأ اللا أخلاقي اللي عند حماس مش كل ساعة أطيتوها دربتوها قتل ناس منكم انحبزوا ناس من مصر على مود يوصلون لهم سلاح كلها ما صار بعينهم وجوا قاتلوكم هذا بعد وراء فائدة حس تقولوا واحد يطلع لواحد من هاي الهتلية يقولوا واحد إسرائيلي لا لا أنا واقعي مو واقع واقعي لو عند ذكاء في يوم الأيام قررت جهاز المخابرات بالأربعة واثمانين أن تشكل لجنة يشوفونش قد ضباط مخابرات مصرية بالعراق كل واحد أطوه شارع إجا واحد قاعد ورا واحد يمسح حدي أعزكم الله مصر بعد ساعة حطي دبيد المصر وقال له صعده ياه وقف تاكسي قل له خذ المخابرات قال له ليه شي فاندم ليش تاخذي قال له عدي شغل وياك قال له قال له فسأل المدير قال له أنت صلبطت لي قال له لا سيدي ما صلبطت حسنا افتحوا جيبة طلعوا جيبة لقوا عنده باكي ثروثنا كان ببقتها بعشر دنانير وهذا يمسح حدي من الصباح للأسط للدنانير ما يحصل قال له لأقعد الطين ضباط المخابرات لو ياك شكتم ماحد لان سوي تكة حتشاهن كلهم قال لك شلون عرفت قال عرفت يدخم يطلع الباكي يدخم احنا ما نعرف هذول يا حزب الله يا ايران الموقرة هذا ضابط المخابرات من من باكي جيغاير عرف هذا عميل ويشتغل ضده احنا كل اللي يسوه لحد الان ما نعرف دولة ما يستعقون انا ما اقسم لكم اقسم لكم بهذا القرآن وبالانجيل وبالزبور اول من يقاتلكم هؤلاء بل اول من يكونون جواسيسا عليكم هؤلاء انا مو اكرههم اتمنى بيهم درة كرامة حتى اكونوا ياهم حتى اغالط نفسي حتى اغالط نفسي ولكم سؤال اسألكم ينقتلون قادة الجهاد كلهم هسا انا ما بري الى قادة الجهاد حتى اللي كان هنا ومشاهم من قتل خوش هذا ولا انقتلوا كلهم ستتهم وببيوتهم ولا انقتلوا واحد من حماس شو يدلل العدو يريد العدو يريد يفتح تغربين جهاد الثاني سؤال سألكم شو هالكذب اكو غرفة مشتركة والله ما اكو شذب ليش ما اكو نتيجة التعليمات الموجودة اللي تطلع شذب هذا دليل على انكم تعرفون اني ما اكره حدا ولكن هؤلاء المقاولين اذا فد يوم حركوا شبر واحد لا شبر هو اي لقيمة احتلوا سنتمتر واحد وحرروا يعني انا على غلط اللهم صلي على الصديق العظيم فاطمة الزهراء سيدة العالمين بلا منازح اللهم عن كل من ظلمها واستباه حرمتها واسس اساس الظلم والجور عليها كسر ضلعها اسقط جنينها حال بينها وبين خلافتها سنة الموت عليها وفجأ علي بها لعنة يستغيث منها انها النار يشد اللهم صلي على الحسن المجتبى والعن معاوية بن الطلقاء اللهم صلي على الحسين ابا المقاومين سيدة المقاوم وفاطمة الزهراء ابا المقاومين الحسين يعني الحسين قل والله لن اعطيكم بيدي اعطاء الذليم ولن اقرأ اقرأ العبيد لك يا عمي ما لحكتوا يقولوا لكم هدنة ما لحكتوا انتم المحتلين لو الاسرائيلي المحتل لك انتم خفتوا على ناسكم لك عمي واحد محتلني يكتل مرتي ويذبح ابني واني اسكيت ايه عارض طمكم اللهم صلي على علي على محمد على جعفر على موسى على علي على محمد على علي على الحسن العسكري على الامام القائم والرب والاله معا الامام القادم اليكم ادعوكم الى صلاة الليل لتخففون عن انفسكم حتى تنحسر الذنوب من بيوتكم فيصلح الله بالكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون ويسر خاطركم وتكون اموركم الى الامام المهدي صائرة لم يبقى شيء فارى في العراق هرجا ومرج وارى الامريكي قد استعد الى جرف الصخر واني ارى ما لا يرى الناس وارى البحثيين اكتملوا ويقول الناس ابا علي كذاب ومنافق لنرى الايام القادمات انهم يستعدون فوالله انكم تظنونه ماتوا ولكن هم جددوا خلايا في الوليهم انا لا اريد ان اخوف احدا ولكن الايام القادمات ما كان في السودان اسأل الله ان لا يكون عندنا شكرا الىك دكتور معنا اتصال الو السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا الو وعليكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا دكتور انا من العراق من العراق خادم إلج للعراق العظيم خادم ربك اشكرك من العمارة اهلا وسهلا لي ذكريات في هذه المدينة خادم إلج ان شاء الله دكتور انا البارحة اخيط صاحب الزمان والله سوالي سبب حصلت والله العظيم حصلت الاستفاد بكم خادم الكم انا مريضة انا مريضة انا مريضة ضغطي العالي يسعد هواي يسعني حبوب ينزل ويرجع يسعد مو غلط هذا حشاج عندك انسداد بالشرايين لو بالرأة لو بالقلب او تعب بسيط بالكليتين يؤدي الى ارتفاع الضغط هذا الصيد اللي من الثانية 99 بالادوية بالعراق جاعد يجيبوها يقول لكم من الصين مدرمنيان يصنعوها بغير محلها ويجيبونها محل يثير هذا الموضوع صاني جوا تعابني سيقلني عدت ترخم بالقلب هو هايلة الادوية اصلا ماكو جاء السيطرة عليها بيع وشرب حياة العراقين احنا خدام لكم احنا عدنا خليط عشبي والان بفضل الامام الحج علينا الان يعطى بالصيد بيع بفرنسة الاطباء يوصفون دوانة مكتوب عليه شيبان يوصفونه لأمراض السرطان عمالقة الطب فرنسا هذا الله هذا العظيم انا خادم اهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك مشاهدين الكرام فاصل ونعود ارحب بكم مشاهدين من جديد معنا اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله خادم لكم الله يحفظكم انا صاحب من الكوت على راسي امرني انا احب اهل الكوت جدا 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 امرني الله يحفظك تفضلون الجليل الله يحفظك انا امر واحد ستين سنة عندي ضغط السكر تراكم ستة واثنين بالعشرة وعندي تصلب شرائي عندي عمية خصة لم تردد مرد سويها والله الطيب وما تحتاج ذني كلهن اسمعني ما تحتاج كلهن من اول اسبوع بعد ما تختنج ومن اقل لك انا امام الناس وامام الله باذن الله بعد اسبوع ما تختنج اصلا وشوف شون الطيب من السكر ومن التصلب انا خادم اليك اهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك معنا ايضا اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا اهلا وسهلا عندي حساسية صارت صارت حساسية من العلاج مع الاتحابة هاي مو علاجات الان العلاجات لعدكم هي عبارة عن كذبة الان عدنا احنا الخليط يطيبكم الجاءوا اسمعوني اذا تريدون تطلبون اطلبوا من الدول المجاورة لان العلاجات اللي تجي للعراق مرعبة انا خادم الكم والدولة تسمعني احنا عدنا خليط عدنا خليط عشبي حبايط الراس حبايط الراس ايه فانا خفيت افتر بي ايه قلب يدقوا قلب نار من الحساسية حتى واش يقلبه حمر احنا عدنا خليط لا احنا قدام شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور ان يخرج شخص بحجم السيد القائد مقتضى الصدر بامر هام مصرحا بانه خادم عند شسع نعل الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف متبرئا من المغالين واصحاب المصالح والصيادو الماء العكر وذلك بعد ان ارسلت له رسالة مرئية عبر شاشة هذا التلفزيون عن معلمك مخبرا اياه ان عليه قطع الطريق على هؤلاء والتبرئ منهم والاذعام للامام هل هذا دليل عند الدكتور ابو علي الشيباني ان لا احد اكبر من الامام وهل وصلت رسالتك اولا سماحت سيد القائد سيد مقتضى ذات عقل وروية ومن بيت قال على نفسه طريق الشهادة واخرس الحاقدين والمنافقين سبحان الله هذا البيت العظيم البيت الامامي عما صادق الصبر تربية الامام المهدي يروح له الفدا فعلى سيد مقتضى هذا الشبل الذي يحتار الناس بعقله وببصيرته وبتبكيره عليه ان يعرف الناس انها لو خليت لقلبت فالسيد مقتضى هل يسمع طبعا اذا ما بيسمعني واني بفضل الله والامام المهدي يروح له الفدا مؤثر في العراق يعني مؤثر بفضل الامام المهدي ومواني هذا الوضيع فكيف اذا انا ما يسمعني يسمع منه يسمع وزير يعليق يسمع تاجر فاجر ما مو منع العدالة وسيد مقتضى كله اخلاق ونبل انا خوفا علي والله من معلمي يقول ان هذا الرجل عليه ان يخرج الى الناس ويقول لهم كذا وكذا من اجل حمايته وحتى يكون له منزلة عند الامام يحسد عليها كل يحسده عليها كل من لديه بصيرة السيد مقتدى القائد العربي والسيد العلوي هذه ارضهم هذا الورث مالتهم اعطوا شهداء اعطوا ناس قتلوا ذبحوا قطعوا ما بيستحقون ان يحكمون كان منه اللي يحكم يحكم اللي كان بأمريكا اللي كان بألمانيا اللي باع العراق وباع كل شي لو الانسان الذي اعطاه وضحى اكو ناس اصلاً ما لها علاقة بالدين لحسد طب الخفر لرجلية طلعت لأمريكا لألمانيا لأسبانيا لفرنسا اصلاً ما لها علاقة بالدين وصار لاجئ وصار تائر وصار معربة وما لها علاقة بالدين صدام صدام كان يقرق الدين مو كل الدين دين محمد صادق الصدر دين محمد باقر الصدر صدام ما كان يقرق حدا ليقرق الشوعي ولو أذى الشوعين وعدمهم بس كان ما يقرق هنا دولا اليقرق محمد وآله محمد مو أنت حسين وانا حسين حسين كامل عليه اللعنة وعلى منبته يقول للحسين بتحدي أنت حسين وانا حسين مات بالقنادر لذلك سيد مقتد الصدر عليه أن يسمع حينما يسمع تسقط الأفواه وتخرس من حوله ومن لا يريدونه أن يسمع كثير من الأمور ما يريدونها أن توصل السيد القاد خوش إذا آني ما يخلونك يوصل صوتي إلى جنابك الكريم وفلان 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 يطلعون لك أشياء ما إلها قيمة ما إلها معنى ما إلها وزن هذا تأرقنا حتى على الرصد عدة سيد مقتدى عليهم أكو أشياء تهم حياته أكو أشياء تهم سياسته يعني مو أنا والله عين سيد مقتدى هذا دكتور عبالكم يفتهم لا لا أو عين أفلام أو غلاوتكم أكو أسماء لا تجي ولا تروح بأسماء لا تشارة ما تعرف شونها حطوها وشونها صارت ما تعرف وكل اللي يحطهم سيد مقتدى مو سيد مقتدى طيب سيد مقتدى تجي الأسماء اللجنة الفلانية الفلانية كلهم قاموا ويحشون على سيد مقتدى تدروا ليش انضربت مصالعهم بس أنا هل أحكي على سيد مقتدى بالعكس يوما بعد يوم أزداد حبا وعشقا لهذا الرجل لا لشيء لأنه يحمل رسالة مقاوم مقاوم الباطل مقاوم الفساد مقاوم التطرف مقاوم الطائفية الرجل بدأ يعيد بناء بلد شكرا لك دكتور معنا اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله بس دكتور الله يخلي تأذنى حدي كبيرة بالأمر أمرها السبعين وقتها ورما بالمسانة أخذت مطرات و يعني الجمعة العملية معلتها عدنا خليطة والطيب بإذن وعندها بغض وسكر اي عدنا خليطة السبعين مو كبيرة عبالي تقلي اللي مية مية وعشرين أنا خادم أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك ايضا اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله خادم الجنابكم الكريم خادم لكم دفتور السلام عليكم شوانا دفتور عليكم السلام ورحمة الله دفتور قل يا الله مو مني مو مني احنا سبب احنا عدنا خليطة وما نتجاوز الله واذا مرفته فهو يشفيني مو احنا خدام لكم اهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور دائما تنصح بان يتخذ كل شخص معلما له على اي اساس يختار الانسان المعلم وهل كل من حمل القليل من العلم حمل الحكمة والموعظة والقدرة على تعليم الناس وارشادهم سؤال عبدالزهر القرعاوي رضوان الله عليه من اجاب محمد محمد صادق الصدر البطل العظيم الله اكبر يا محمد صادق الصدر شو نحتت فيه جسم لو لا انت صدام الف الف مرة و الف الف سنة وبعدد زنة عرش الله ومداد كلماته لن يشفي غلي محمد صادق الصدر عد من تعلم اجل عبدالزهر القرعاوي عبدالزهر القرعاوي درس بالحوزة هذا العلم التي تتعلم الناس علم دنيوي لا ياخذ ولا يودي انا اليوم انجزت هذه يجي واحد اعلم مني بالعلم الدنيوي طلع واحد احسن منها محمد صادق الصدر ذهب الى الذي عنده نور علم من الكتاب هذا العلم من الكتاب لم يؤلم احدا اصف الامام علمه مثل ما علم عبدالزهر القرعاوي شلون علمه الطاة طريق عرف شلون واتخذوا الى الله سبيل الطاة طريق هذه تدرس دكتورا ثلاثين سنة يلا تحمل شهادة الدكتورا ثلاثين سنة يلا توصل الى شهادة الدكتورا او اذا من ذن الفستوقيات توصلهم بسرعة يعني تدرس عندك ست سنين تدائية ست سنين اعدادية اربع سنين جامعة سنتين ماستر ببراها عرف شلون ببراها تقدم على شهادة دكتورا تاخذها اذا كانت بس اذا كانت بالطبع او بغيرها تحتاج الى 25 سنة بالتحديد كوي سؤال كم واحد يحمل شهادة الدكتورا بالصيدلة اذا عندك تصل نعم دكتور معنا اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا السلام عليكم اهلا وسهلا تفضلوا اهلا وسهلا اهلا شكرا اهلا شكرا على حديث لدينا تعلاج ما للرماتيز نفس الحمد لله صارت زينا بس اتبعد الوجبة ساتنة ستنة لا شكرين هالسا كملي الوجبة كمليها كمليها ايه ان شاء الله وبعدين وبعدين ادي اخوي ارتفع الضغط ما اكتب وعدها دمون مرتفعها وشوية السائدة اليمنا ورجلة اليمنا مثل ما طابت من الرماتيز اللي ما حدي طيب اي طبيب بالعالم يطيب خيش باذن الله اهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك ايضا اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة وعليكم السلام انا من محاوات البصرة وانا خادم اليك والله البصر الكرام وامرني خادم اليك خادم 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 اليك خادم ربك خادم الحسين خادم اي نعم انا من محاوات البصرة اهلا وسهلا امرني دكتور انا عندي مريضة عندي خفص عدل ايه عندي سكر وعدي ابرصات اي نعم وعدي دكتور فقرات ايه وعدي الغده الغده هبوط راح اشرح لك تسمح لي الغده الزرقية نعم 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 بس اسمعني خمسين على شبعين خمسين على ثمانين اسمعني الطب يطيق كل واحد علاجة وحدة احنا نجمع لك العلاج نخلطه مثل هاي ابرة الفلاونزا نخلطه يشتغل على البروستات يشتغل على السكري يشتغل على الغده يشتغل على ظهرك وهذا ما موجود بكل العالم عدنا الخليط اللي طيبك بإذن الله اهلا وسهلا من القبض من المساك ما يفيد انه خدام اليك اهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك نعم دكتور تفض ولذلك عدنا شهاد دكتور عبدالصيدلة الآن اللي يشتغلون عدنا اقل واحد عده خمس شهادات دكتور عبدالصيدل المن يلجأون يلجأون لهذا العبدالوضيع منقله غلط هذه التركيبة يعني غلط خوش هل يستطيع دكتور عبدالصيدلة ان يصل بتعطيل الاف دي اي او يعطون براعات اختراع من الاتحاد الاوروبي وغيرا اتحدى لو يدفع مليار دولار مليار لا قليلة دولار ما يبيعون شرفهم موسوق مريدي او سوق العور لا يستندون الى علمية اقسم لكم وتبنتني كل الجامعات الفرنسية والاوروبية بدون ان نعطي دولارا واحدا واعطتنا ما نريد بفضل الامام المهدي خوش هذا نفس عبدالزهر القرعاوي عبدالزهر القرعاوي من اجاب محمد صادق الصدر خوش لو غير محمد صادق الصدر يجي يقبل عبدالزهر القرعاوي ما يقبل يريد واحد عقل انعاضج يستوعب يقول سمعت واطعت ليش عدنا احنا رسالة قبل موسى والخضر قال اني لن استطيع معك صبرا قال ان شاء الله ستجدني صابرا ولن اعصي لك امر موسى الخضر علم يلا بعديا قال موسى وصل الى الغرق اش قال موسى قال اولا جماعتا راح نغرق ويكتن فرعون قال ان الله معي ان الله معي بعد كلها يلا اقن ان موسى عبدالزهر القرعاوي رضوان الله عليك عبدالزهر القرعاوي كل ذن ما مران علي ومحمد صادق الصدر ماذا قال ابن زهر القرعاوي قال سمعت واضعت وهو مون هو محمد صادق الصدر دا شاف الامام ش يقول يموت احتقد من السكتة وهو شاف الامام انا عندي اشياء ان محمد صادق الصدر لم يعرف هالمقربون الدكاكين عاني علاقتي مع محمد صادق الصدر علاقة الروح بالروح يعني انا اللي قلت سيد عبد امير انه سيقتل هذه الجمعة وكنت محكوما بالاعدام وهنا اللي مو الناس انا قد لم يبقى الا هذه الجمعة لذلك لذلك اقول لكم عليكم ان تعلمون العلم علم علم دكان او علم الله شكرا انا انا صار لي بحدود الثلاث سنوات تقريبا راجعت ما خليت طبي ما خليت يعني طوب عرب ما خليت مكان ما رحت لعلم اطفال شقد النسبة عندك عزي ابن مريم شون الساد شقد عندك النسبة عندي خمسين والله لو عندك اثنين يصير لو عندك اثنين بالمئة يصير شقد الميت منعتهم والحركة شقد يعني بحزو الخمسة وعشرين الى ثلاثين ان شاء الله هذا الشهر اذا اتفقت مع الشركة انت ودولك علاج شوف يصير بعد اربعين يوم باذن الله عندك اولاد غصبا الى الشيطان لا تفتر لا طبيب ولا بطيخ انا خادم اهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك ايضا اتصال السلام عليكم دروب الرجاء تفضلوا الو 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 اهلا وشهلا تفضلوا الو اهلا وشهلا شهلا خادم الكم خادم ربك يا قلبي انا خبرتك البارحة على موز نعيم عبايت انا خادم اؤمرون الان ايه والله ايتها عجز بلقى بوعدها ماء عرقات وما تقدر تبشي من رجلية هو هذا الماء يسوي العجز وهذا الخلل في الكليتين ان شاء الله يطيب قلبها ويروح الماء بس يسحبوه الان اهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور اذا الانسان يبحث عن معلم مختدر هل انت اخترت معلمك ام معلمك من اختارك انا لم اختار معلمي شوان هات جاهل بل اختارني معلم عده هواي طلاب معلم ومبسان بس واحد بالعسكر واحد بالامن واحد بالطب نعم اختاره بعد تجربة مريرة يقينا حينما يرى الانسان يكذب كل من يرى الامام المهدي ولم يعطيه شيئا يستغني به حياته كلها دكتور حرب الغرب مشتعلة واسرائيل الى زوال وجبهة السودان ايضا مشتعلة العالم في تحول وكرة الثلج تكبر هل هناك جبهات اخرى ستفتح يا دكتور وهل الامريكي سيسكت عن خسائره الخسارة الكبيرة للامريكي السعودية تراهم جمع وقلوبهم شتى ما تقوم به السعودية وولي عهدها ينقص بعد موت الملك ما يقول معلمي هذه السنة ربما يعني الله أعلم الأرواح بيد الله بس معلمي يؤكد رغم ان الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء يقول الخليج ينتهي ينكسر ويبدأ النزاع بينهم والسعودية تطمح في الكويت وتضم قطر أنا على بينة من أمري ولا أريد أن أتحدث بهذا الأمر لأني رأيته في أمعي شون شفت الزلزال بتركيش وقاسم شلو أبدا لأن السعودية ضمت آبار من نفط هي وموظفيها ولم يتحدث عنها الكويت على الإطلاق وزرعت السعودية بوقت مقرن بن عبد العزيز عشرات الآلاف من السعودين جنسوا في الكويت لهذا الأمر شكراً لك دكتور شو بتحب توصي المشاهدين بنهاية الحلقة أنا أوصيكم بصلاة الليل وشعاركم من لم يكن علي المولى فإن الشيطان مولى فمن قال هذا الشعار أو كتبه على بيته لم يمسه فقر ولم يسرقه سارق اكتبوها على بيوتكم وعلى تلفوناتكم بدل ما تحط صورة صاحبتك لو صورتك العكرة مثل الوجه ضح لي هذا اكتب من لم يكن علي المولى فإن الشيطان مولى ليعرف العالم نحن لا نتخلى عن الولاية لو فعلت السقيفة ما فعلت ما نزداد إلا حباً بالعلي